لكن المسألة العظمى والتي أصبحت الآن منتشرة في أوساطنا الاجتماعية وهي مسألة الثقافة الدينية الخاصة شنو يعني الثقافة الدينية الخاصة؟ الثقافة الدينية الخاصة هي التنظير في آراء الشارع المقدس شوفه يقعد في مجلس من المجالس كأنه ماكو هموم عند الناس وماكو مشاكل اجتماعية في المنطقة وماكو مواضيع يتحدث فيها هو يعيبها إلا في مسائل الشارع المقدس شوف هذا يقول حلال ذاك يقول حرام ذاك يقول مباع خاصة هاي القروب آت الآن بالواتساب يتعيش شوف يعني مجموعة كلهم قاعدين في قروب وهذا القروب منه اللي فيه مو من أهل الفن مو من أهل التخصص يجي ووضع لك مسألة هاي شنو رأيكم في المسألة واش تقولون وتعال شوف خابصين الدين خابصة فوق تحت مع احترامنا للجميع إلا أننا نقول أن مسائل التنظير مسائل تحتاج إلى أهل الفن تحتاج إلى أهل التخصص هذا مو في مجالك مو في تخصصك لا تتدخل فيه ولذلك من أفت الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وإذا تريد بعد أوضح لك أكثر وخلي إيدي على الجر هاي عشرة محرم مرت نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الليالي والأيام في حال أحسن من هذا الحال كم من ممارسات صارت في أيام عشرة شوي شوف صاحب موكب طلع لك شعيرة معينة ويلا شعيرة الحسين شوي صاحب ماتم يلا طلع لك هاي شعيرة الحسين أحد يقدر يقف وجهه بعد صاحب مضيف هو صاحب مضيف شوي ما شوف اللي طلع لك موكب وطلع لك يلا شعيرة الحسين الناس تركض والصفق خلفه تعالوا يا جماعة وصلنا إلى المستوى هذا مسائل التشريع ومسائل ما تختص بأهل الفن هذا الفقيه هو اللي يقول لك هاي شعيرة مو شعيرة هو بنفس الفقيه ترجع إلى أهل الفن يعني ليش إحنا في مسائل الطب نرجع إلى الطبيب أنت الآن نجي واحد يقول والله أنا أشكو مثلا ألم في الجهة الفلانية يقول له والله أنا صاد نفس الألم ليش ما أتاخذ هالدواء نفس الدولة اللي وصفها لك الطبيب بعطيك وياه يقول لك لا ما يصير ممكن ما يناسبني زين ليش يعني هاي مسائل إحنا نرجع فيها إلى الفن بس الدين نخبص فيه فوق التحات هذه مصيبة هذه طامة فإذا لا بد أن نلتفت إلى هاي الجوانب الشعائر وما يختص بالشريعة الغراء تحتاج إلى أهل الفن تحتاج إلى أهل التخصص أنت تريد الصف نفسك مصاف الفقهاء الصف نفسك مصاف المراجع وتكون صاحب وجهات ونظرية وتفتي بالآراء الشرعية لا بد أن تتوفر فيك شروط معينة مو منه الطريق وهذا ما يوصل لم يوصل إلى مرتبة المرجع والفقهاء بعد يمر أشواط في التحصيل العلمي يلا يقدر يستنبط لك مسألة شرعية واحدة ويجيك واحد لا يفهم الشرق من الغرب ويجي ينظر لك في مسائل الشرع هذه مصيبة كبيرة شوف الكاتف الجريدة ينظر لك صاحب المجلة ينظر لك صاحب الماتام ينظر لك صاحب المضيف ينظر لك وكل واحد خبص الدنيا عنده وماحد يقدر يقول لي لا وقيف هذا وحدك يعني المهزلة إلى هذا وصلنا إلى أحنا إلى هالمستوى هذا يعني تجاوزنا الخطوط الحمراء تجاوزنا الخطوط المفروض ما نتجاوزها لا بد أن نعي لا بد أن نلتفت أنت تريد الصف نفسك في مصاف الفقهاء مصاف المراجع لا بد أن تتوفر فيك شروط معينة خلونا خلونا